السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا عملنا فيديو قبل كده عن الأشهر وأقوى المواقع اللي ممكن تكتب لها تيكست فتحول التيكست ده لصورة أو تبديها صورة وتقول له غير لي الصورة دية يعني ممكن تصور له مثلا المكان فهو يبدأ يحول لك المكان دول لديكور وتختار انت الستايل وتختار الحاجة اللي انت عايزة جميل جدا طيب في جي سؤالين السؤال الاول لو حبيت اعمل لقطة تانية من زاوية مختلفة ويكون نفس الستايل هتبقى ازاي طبعا احنا تكلمنا عن اكتر من حاجة من حاجات الزخال الصمع فالما احنا نتكلم بقى على ان انا بدي له تيكست هو بيحول تيكست ده لصورة فلا نفيش مشكلة ممكن اتخل تاني ويقول له ايه طب انا عايز نفس الصورة اللي فاتت لكن من زاوية تانية او هتالي من ناحية تانية فيبدأ ان هو يلف للصورة من اول مرة بتاخد النتيجة اللي انت عايزة لازم تكتبها مرة ومع التكرار ممكن تيجي معك من اول مرة يعني مع التكرار خلاص اتفهمت ازاي تقول له انا عايز حاجة معانا فادد الموضوع بقى سهل معك الموضوع بدأ يجب فيه تطور كبير اوي لان المجال بتاع الرسم بالذكال الصناعي سواء هندسي او دكور او اركتكتشر هو مجال فيه مكسب حلو كفلوس وكرواتف وفريلانسر وفين كلا نوافر اللغة كتير جدا فبيتطور يعني ممكن تكون فيه نوع من انواع ذكال الصناعي بقى له فترة كتيرة جدا بش متطور او بش متواكب مع التطورات اللي بتحصل لان عبد المتمن به ولاي ما فيهش اهتمام به ما فيهش مكسب فتلاه لكن دوات فيه اكثر من حاجة مثلا لو انت عندك بلو برينت او رسماتها انتسية تقدر ان انت تعمل لها ريندر ودواتورها العميل ولو بقى كويسة ممكن نكمل فيها وتقدر تطلع لك في سواني بدل من تتشغل عليها كذا اسبوع او كذا يوم لا تطلعت معي فعندنا الموضوع التطورات كثيرة ممكن تكتب بروميت يبدأ يطلع لك المبنى ممكن تقول له انا عايز باسام شركات يقول لك انا عايز مثلا حاجة زي اي تيا او حاجة زي اي تي ام هوم او حاجة مهندس معين او رسمات فنية او كاميرات معينة او عدسة معينة كل الكلام دو ممكن تكتبه فتوصل للي انت عايزه مباشرة فرق كبير بين حد يدخل يقول انا عايز تصميم بيت مصري ويسكت واحد ممكن يقول للي انا عايز تصميم بيت مصري كأن زي او حديد هي اللي مصممه ويكون فيه مثلا حاجات معينة وعايز اضيفها فيه كاميرات معينة انا عايزها رياليستيك فكل ما بتديله تحديد اللي انت عايزه يعني انت فاهم انت عايز ايه هجيلك حاجة كويسة جدا تقدر تحط تصميمة معينة كأنك انت عادت معينة ذات كل ما يكون شخص مشهور كل ما تلاقي الحاجة وقعية لما تقول له مثلا نورمان فوستر اه هو شف رسمات كثيرة ليه فيقدر انه يجيب حاجة الناس كتير على مصور العلم مثلا زوها حديد فيقدر يجيبها لك بشكل حلو لو كتبتلوا اسم معماري مثلا انت معجب بشغله لكن هو مشهور وممكن يكون احسن محف في الدنيا بس هو مش معروف او مفيش حد يعمل الموضوع ده قبل كده بش هيجيب لك النتيجة قوية لانه ممكن مالقش غير صورتين تلاتة فما معرفش يتكون منها ستورة كويسة لكن ستطلع على نتيجة في إراج الدنيا طيب بالمرة نرى السؤال التالي لكي مهندس كويسات الغرفة بيكون غير صحيحة في التصميم ممكن بلسه عشان من الموضوع في بدايته يكون في بعض الحاجات بش مزبوطة او لذلك بنقول ان لازم مهندس هو اللي يشوف الحاجات دي ويبدأ انه يزبطها لانه ممكن واحد يستخدمها ويجد الناس ويصمم ويشتري ويفجأ ان بشيه دي بالظبط يعني هي شكلة حل وقوي لكن غير طابلة للتنفيذ فده فرصة ان المهندسين برضو يشتغلوا ان شاء الله الموقع دي مجانية او مدفوعة الموقع دي بيصرف على كتير قوي في الذكرة الصناعة يعني لسه قال التقرير النهاردة ان OpenAI باش قادرة تلاحق على المصاريف بتاعتها الاجهزة والكهرباء والتكلفة للمجوط ويقوم بتعديد وكهرباء ان تصبح بخير ويقوم بتعديد استخدم المصاريف ويتم تهديد المصاريف الشهرية ممكن تقوم بقليل كلام ان الناس قدرين تحديد لكن التكلفة رهيب صعب جدا تلاحين مجانية ويتم تسعين بخدمات اخرى يدفع فلوس لكي يخسر فبتبقى الموضوع فيه لازم ياخد مبلغ عشان يقدر يدي الناس يعني هو بيديك تجربة كذا مرة لكن لازم بعد كده يقول لك طب ادفع عشان نعرف نجيب مصاريف السيرفرات والمواقع والفلوس اللي حين ندفعها والمواقع فمعتقدش ساعة بتلاقي موقع يكون فري تماما على طول بيجي فترة بيقول لك والله نخلصنا الفري اللي عايز يكامل معنا يدفع فلوس زي ما حصل مع ميجورني مثلا